مرحبا بكم لحبابة إن شاء الله كامتكم بخير وعلى خير أنتم تشوفوا في هذا الفيديو لأول مرة تشوفوا القناة ولكم مرحبا بكم لا تنسونيش بالدعم لايك واشتراك وتفعيل جرس حتى يتقون كل جديد اليوم لحبابة رح نحكو على بعض النقاط تهمنا كنا كجزائريات وجزائريين طبعا لكن تذكر وتكلم وزير العمل وتشغيل والضمن الاشتماعي سيد فيصل بن طالب منذ شهرين في فيديو قال فيه بأن الدولة تحرص على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين ودوي الحقوق يعني الناس اللي عندها الأمراض الموسمينة طبعا والمعواقين يعني المكفوفين وهذك عرفانا لهم في بناء مؤسساتنا وتربية أجيالنا وضمان صحتهم وتنمية اقتصاد وطننا المفدى للسيمة من خلال حماية قدرتهم الشرائية هذه اللي نأكد عليها وتحسين مستواهم المعيشية كهذه تاني نقطة المكرت في تدابير التشريعية المؤثرة للتقاعد وهي تثمين المعاشات ابتداء من شهر ماي 2020 بنسبة تطراوح من 2.7% كذلك تثمين معاشات شهر ماي 2020 يعني بعنوانا بنسبة 2021 و2022 بنسبة تطراوح من 2 إلى 10% كذلك تثمين معاشات ابتداء من شهر ماي 2023 بنسبة تطراوح من 3 إلى 5% ومن جهة أخرى وحرصا منه على دعم أصحاب الدخل الضعيف هذه نقطتاني من التقاعد وذوي حقوق قرر السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إقرار حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75% من الأجر الوطني المضمون مليون ونص ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100% الحباب من الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو زوج ملايين تثمين المعاشات والمنح التي تساوي أو تزيد عن زوج ملايين وتقل عن 5 ملايين ضمان ألا تقل الزيادة ممنوحة يعني عن 20 دينار اللي هي 200 ألف لصالح كافة الفئات المعنية بهذا التثمين يعني كما قلنا طبعا خاصة بإصحاب الدخل الضعيف والمتقاعدين وذوي الحقوق يعني الأمراض المزمنة وقد استفاد من هذه التثمينات ما يناهر 3.8 مليون جزائري متقاعد طبعا هذا الإعلان تعال منحة خاص منحة التضامنية لشهر رمضان وليت جانت هاوليكم الحبي يأخذ لها صورة يأخذها ويتوجهها مباشرة للبلدية طبعا مرفق بهذه الملفات لطلبوها بش يعني يعطوهمين حتى شهر رمضان إن شاء الله أخوتي بنياتي ممكن أنتم شفتوا واحد الطالب أو واحد الشرط في هذا الإعلان أنا عملت عليها علامة استفهام أن يكون طالب الإعانة رب الأسرة كيفاش يعني نقولوا إحنا هذا رب الأسرة ما أعطاهش رب بولاد ما يديش هذه المنحة أنا هذه ما فهمتاش يعني وكأنه شرط تعجيزي ربي ما هذا كان يكون حنية وكصلت بهم ربي وفاتوا حتى خمسين سنة ربي ما عجبهم مش أقصب ما عندهم مش أولاد يعني ما ما يدوش نتمنى هذا الشرط يعني ما يكونش يعني في حاجة كيما هاك الناس رأي مجزوزة وناس محتاجة يعني ليلة الله محمد رسول الله كانين رجال مزوزين وعندهم خمسين سنة كانين نساء مزوجات وعندهم خمسين سنة وطلقوا وما عندهم مش أولادات كانين حتى صغارات تطلقوا بسبت هذه لي ما عندهش أولادات تسمى هذا كل المنحة كاملة تروح لها حتى نتمنى عيادة النظر ونتمنى المسؤولين يشوفوا لهذا الناس بعين الرحمة ويسمعونه على نطاق عائلي والنوه الحاجة أنه هذا الإعلان خاص بولاية جانت فقط يعني الناس دي حيوجدوا الدوسي هذا يروحوا يتقدموا للبلدية بالدوسي يتحم وربي سهل إن شاء الله كذلك هذا المنشور طبعا هذا المنشور للجنة الصحة والشؤون الاشتماعية والعمل والتكوين معني قد أضافوا لقائمة الأمراض المزمنة التي كانت تضمن 26 مرض مزمن متكفل بهم 100% لدى صراطيق الضمان الشيماعي وفق المادة 25 و 21 من المرسوم على هذا تم إضافة 3 أمراض مزمنة أخرى أمامكم المنشور ممكن تقرأوا يعني براحتكم وتفهموا الموضوع منه طبعا هذا الإعلان كذلك خاص بولاد سكيكدا يعني رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحدائق كافة معاقية بلدية الحدائق بالنسبة 100% بتقرب إلى مكتب النشاط الاشتماعي من أجل تجديد الميلاف المعاقين الخاص بهم طبعا مرفقين بهذه الوثائق يا الحباب أمامكم الوثائق شهادة ميلاد شهادة عائلة وشهادة العزوبية شهادة الإقامة صورة طبقة الأصل بطاقة المعاقين صورة طبقة الأصل بطاقة التعريف البيومترية صورة طبقة الأصل بطاقة الشفاء شهادة إثبات عدم تقاضي أي دخل يعني إنسان ما عندوش أي دخل خاص ولا عام سك بريدي مشطوب ونسخة من الفريضة بالنسبة للمنحة المنقولة نتمنى تكون الصورة واضحة ممكن تعملوها يعني تاخدوها صورة وهذه الوثائق توجدوهم وتروحوا بهم يعني للمكتب النشاط الاجتماعي بولاية سكيكدا هذا يخص ولاية سكيكدا فقط هاو ديكم الملف الخاص من حتى البطالة للمعنين طبعا هذا الوثائق تخرجوهم وتروحوا تدفعوهم طبعا من الأحسن من الأحسن وتروحوا للسيبار وهو يدبر رأسه بالنسبة للموقع الموعد بس تقابلوهم إن شاء الله والتعاهد والإدسام كذلك هذي هي نطلبو كذلك بتاريخ وطني لدخولي المنحة تعمليون ومئتين للمقعدين المية بالمية إن شاء الله أما بالنسبة للناس اللي يخلصوا سبعمية وتعمليون ومئتين ليخلصوا بالكارثة طبعا بدأوا يتبقوا فيها بالشك في بعض الولايات خلاص ماشي ماشي كل لكن راح تنتبق إن شاء الله على كامل الطراب الوطني نطلبو ززملاي كعجر قاعدي ونطلبو كل المسؤولين يا رب يوصل نيدانا إن شاء الله الناس الأرامل والمطلقات اللي عندهم من الأولاد وهذه الفئة المهمشة يعني ذرامي يسوفريم يعني حاجة يعني مش قدرينة للمعيشة وعلى وليداتهم رب يكون في علم وكذلك الأمراض المزمنة وأرباب العوائل الناس راي في حالة يا جماعة إن شاء الله نتمنى تسمعوا كلامنا يعني العلقات تدرسوه وكما طالب أساسيا نتمنى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن طبعا نطلب أن الناس اللي تم إقصائهم بسبب الضمان الاجتماعي اللي على سيرانس يتم قبولهم ويستفادهم كذلك من منحة البطالة نتمنى رفع السن الاستفادة من منحة البطالة اللي كان من 19 إلى 40 سنة يزيدوا فيه يقلبوه من 19 سنة إلى 50 سنة إن شاء الله هذا العام 2024 ونتمنى زيادة المنحة التي قدروا وقدروا يعني بـ 200 ألف زيادة طبعا تصبح المنحة 1.700.000 بدل من كانت 1.500.000 وإن شاء الله تلقوا له حل واتبقوا والناس كامل تفرح جينا لآخر الفيديو ما بقى أني نقول لكم غير طلع ولي فرحكم لحباب إلى فيديو آخر وخبار جديدة موسرة أو مفرحة إن شاء الله دمتم في رعاية له وحفظي مع السلامة